جديد اللي هي إطارنا الجامع بينتنا الكل الباحث في مكامن شخصية الشهيد شكري بالعيد يتجلى لكل من صادف رفاقه وأصدقاءه بأن للرجل إيمانا لا يتزعزع بقضية الوحدة التي كان يرى فيها الحل الوحيدة لتونس لتكون في مصاف الدول المتقدمة كان يقول من نجم نمنع تونس كان بمشروع واحد تتفق عليه تونسة كل كلها بجونسة اثناء بيش نجم نمنعوها لبلاد هذا ما صارش جمع أكثر ما يمكن من فصائل اليسار وكان أمل أن المجال أو الظروف تسمح له لالتحاق أطياف أخرى من اليسار التونس وحتى من غير اليسار حتى من الليبيراليين كان مستعد أن يجمعهم في إطار تيار وطني ديمقراطي يدافع على السيادة الوطنية يا شكري بالعيد هذا تم اغتياله من أجل مبادئه ومن أجل القيم اللي كان يحملها ومن أجل انحيازه للسيادة الوطنية ومن أجل انحيازه للوطن والشعب للسياسي الفقيد قيم ومبادئ كونية أراد ترسيخها في مجتمعه للنهوذ به كان بشهادة الجميع الفرد الجامع لكل الأحرار في هذا الوطن تونس ومئة زهرة ومئة مدرسة ومئة وجه ومئة وردة ومئة قرنفلة تنجم تعملوا بها حديقة ترابية تونس الجميل تونس بستانون بالألوان هو حلم شكر بالعيد ورفاقه لكن يبدو أن السياسة فرقت الرفاق وهاهم اليوم عازمون على أحياء قيم الشهيد والمشي على دربه أعلهم يكملون مسيرة سياسي مناضل اختلته يدو الإرهاب الغادرة أخيانة للدم تشكري بالعيد لا مش صحيح الناس مزال تواقفة مزال تتناظل مزال تتحرك لكن كل واحد قاعد يتحرك وحده كل واحد في ميدان وحده كل واحد في بلاسة وحده ويزوم يتجاوزوا يلزمنا نتجاوزوا هالوضعية هذه نعاهده على أننا نمضي إلى وحدة عموم الوطني الديمقراطيين أولا ووحدة اليسار ثانيا ثم تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية المناضلة من أجل تونس جديدة كما قال الشهيد شكر بالعيد حزب اليساري الكبير اليوم أصبح حقيقة مطروح على أجندة كل الوطنيين كل الديمقراطيين كل التقدمين في تونس لأن العمل السياسي في تونس يشهد تحول كبير ما بعد 25 جويل هناك أحزاب ستندفر هناك منظومة كاملة ستنهار وبالتالي على الجمهير الشعبية التي تحب تدافع على حقوقها وتحب تكون حقيقة جزء من المعادة المستقبلية في السياسة في تونس عليها أن تنظم وتبني هذا الحزب اليساري الكبير رحل بالعيد جسدا وبقي حيا فكرا وقيما وحلما قد يرى النور يوما ما ترجمة نانسي قنقر